مطار البحرين طبعا مشروع تطوير مطار البحرين هو مشروع استراتيجي وحيوي وهو يأتي كأحد المبادرات لتنفيذ رؤية البحرين 2030 وبتكون له مساهمة فعالة من الناحية الاقتصادية طبعا راح يرفع طاقة المطار إلى 14 مليون مسافر في الصنة وراح يكون واحد من أحدث المطارات في المنطقة إن شاء الله التطوير بدأ في 2016 مثل ما تعرفين وإحنا الآن في المراحل جدا متقدمة من إتمام المشروع ونأمل في تشغيله في الربع الأخير من هذه العام أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1408 نقاط بانخفاض نسبته 0.54% وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعي البنوك التجارية والصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين ومائة وستة وستين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مائتين وثمانية وثمانين ألف دينار تم تنفيذها من خلال خمس وخمسين صفقة أعلنت الصين أنها تعتزم فرض رسوم استيراد على أكثر من خمسة آلاف منتج أمريكي بنسب تدور بين خمسة بالمئة وخمسة وعشرين بالمئة وتصل قيمة السلع الأمريكية التي تنوي بكين استهدافها عبر الرسوم الجديدة إلى 60 مليار دولار وعلى الرغم من اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي مع نظيره الصيني شي جيم بينغ الشهر المقبل ويتوقع أن تكون مناقشاتهما مثمرة للغاية تراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا بشكل حاد ومفاجئ خلال الشهر الجاري ليكون الهبوط الأول له منذ أكتوبر الماضي وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر ZEW أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني على مدار الأشهر الستة المقبلة هبطت إلى مستوى 2.1 خلال شهر مايو الجاري مقابل 3.1 مسجلة في الشهر السابق له